السلام عليكم كيف دايني اللي بس عليكم تمنى تكونوا بخير ان شاء الله بصحة جيدة معكم لطيفة من قناة شيوة املينا كنبغير حبل جميع بالقدام وجداد مرحبا والف مرحبا اليوم ان شاء الله نزولا عن طلب بعض الاخوات العزيزات اللي تلبوا مني انني نقدم لهم واجبات للاطفال اللي ديوهم المدرسة اليوم نقدم لكم واجبات ديو الاسبوع ويلحش بتكم الفكرة وبغيت المزيد كي نبقي على الوصفات ان شاء الله ما كي نحتش مشكل كتبوا لي هادش في التعليق ونحط لكم او لنزلكم وصفات اخرى ان شاء الله لديكم سهلة وسريعة ومتكاملة بالنسبة للدراري المدرسة الوصفة الليولة غادي نبدو بها سهلة تحضير اذا هنا غادي نبدأ اولا بسم الله عندي هنا المقلة بطبع الحال عندي الكرافيت البلحة الزيت والبزار اول حاجة كنديروها ديك الكرافيت كي يكون بطبع الحال مغسول منقي ومغسول غادي ناخد المقلة ندير فيها واحد شوي شديد الزيت او لا تقدروا تعودوه حتى بزبدة غيباش نشحروا دك دك الكرافيت لانه هو وراه طايب نيت يعني ينقدرون اكلوه حتى هكا كاكولاكين بالنسبة للدراري خصدروري ما نطيبوه لهم شوية سوفيك ندير عليها رشيشة ديال الملحة ورشيشة ديال البزار غاي شويش باش كتجي لهم البنة وغادي نديرو الكرافيت ولا القمرون يعني غايستد الحبيبات رغم ما الدراري ما غاديش ياكلوا بزاف غادي نديروهم في المقلة كيتشحروا بالنسبة للقمرون كان عارفاول الكرافيت ما كي يبغيش طياب بزاف واحد دقيقة دقيقة ونصفة وحيدوه ما تخليوش في بزاف المقلة لانه غادي رجع الاستيك ولا غادي يجي قاسح وغادي تجمع ما غاديش يجي بنين سوف هنا كناخد دوك العويدات ديال البغوشات وكندير دوك الكرافيت مع مطاشا صغيرا بلا ليتومات سوريس كي يبغيوهم الدراري صغار بزاف هاد هاد القادية دي كتجي هم زوينة عملية وكي يعجبوهم الدراري يعني انا كنشوف مبنتي لينا كي يعجبها مني كنحط لهم لبغوشات هاز هاز لبغوشات وتاكل وبنسبة للمدرسة كتجي هم عملية هنا غادي ندير معهم لبغوكولي يعني مفور من قبل مع شو يجد الملحة انا كيعجبوهم كي يقول كدير بحل شجر كي يقول لما ماكلنا شجرة اذا انتم ما بنسبة لوليداتكم ديروهم داك شي اللي كي يبغيو يعني ما الحسن ديروهم داك شي اللي كي يبغيو باش ياكلوه حسن ما يرجعو لنا بالخضرات اللي درناها لهم هنا غادي ندير شوية ديال العنب تسمر هنا حيطلو العلفة خاطر ثم ديرو الناه خطر ثم يوضح عر socket وضرري مهم بزاف لدراري الصغار و هنا درت الشوكولات الشوكولات حتى هو مهما من نساويش يعني مره مره نعطا لدراري ديالنا الشوكولات لنشتر انته خطر حلو والنحرام منهم ولكن الشوكولات مهم بزاف للدراري سوف نقوم بعمل بغوشت في البواتة مع الخضراء اخطروا اللي يريدون ولداتكم تقدروا تقوم بعمل بطاطا إذا يريدون بطاطا فورو لهم بطاطا ودرها لهم معهم لهم لا يأكلوا ذاك شي اللي يريدون ولا يرجعوا لنا بالجوع و بالخضراء من الفوق هنا أخذت ذاك المول سيليكون و سنقوم بعمل المايونيز المايونيز كيتماشى مع البروكولي كيتماشى مع الكروفيت و ماتيشة هاد اللي مول دي السيليكون صراحة بخاتي كعملين بثاف يعني كندرو فيهم دوك السميتو اللي بغينا ما كيتخلطوش يعني صراحة زوينين بثاف نصحكم ان لكم تدرو فيهم الماكلة بحالات شكل هدا و كيبقوا مفرقين وحتى الدرالي كيعجبهم دوك الوينات سفي الماكلة و الوجبة الأولى ها هي وجدة يعني عنا خضراء عنا حوت عنا الفواكيه عنا الشوكولات عنا الفواكيه اليابسة يعني ها هي وجبة متكاملة بقالي غينزيد لغاتو معها و ها ديو بلاي للقوتي و من طبيعة الحال القرعة دي الماء ما ننساوش الماء لوليدتنا الصغار ضروري و مؤكد سفي هي ها دي الوجبة ضغياء كتوجد ما كتاخدش مننا وقت نهائيا كما كتليكم بالنسبة للوجبة الثانية ها دي صدقوني كيبغيوها حتى الكبار حتى انا كتحمقني اذا هنه ها غادي نحتاجوا الخضر تكون جوليين ولا مقطع بحالة شكلادة فيها خزو فلفل البصلة تقدروا اي حاجة بغيتو بغتو تديروا جلبنة بغتو تديروا الفول مهم اللي كتبغيوه هديروا معها البورو اللي بغيتو عندي قطاع دي الاصدر دجاج درت معهم شوية دي الكركمة الملحة و شوية دي الابزار كين الملحة والبزار والزيت اللي غني نحتاجهم للخضره مقارونية راني ديج سلقاها في الما ملح و شوية دي الابزار و شوية دي الابزار اللي غني نديرها في الاخير اذا هنه كنا اخد الزيت يا اما الزيت ولا تقدروا تطيبوها حتى بزبدة ولكن غني نخصها تحرق غني ندير ديك الخضر تشحر كي ما اكدكم تقدروا تديروا اي حاجة نحن عندي خيزو السوجة البصلة الفلفلة والفول ندير شوية دي الملحة واحدة رشيشة دي الابزار دي الابزار دي الابزار دي الابزار ضروري ما نسمي لهم الماكلة و لا نكتروا بزاف ليس يجيهم شحر و لم يعجبهم ش ولكن ضروري ما نسمي لهم الماكلة نحرر الكفية و نجعلها حتى تشحر و نزيد ضروري السوداء بالنسبة للسوداء هنا يوخره كبير انا منين غادي يكون منين غادي يدخلو الطياب غادي ينقطعو بالمع القديل الخشب يعني غادي نبقا كننقطع فيها على زوج ولا الثلاثة على حساب حتى نشوف القياس اللي بغيتو ممكن انا غادي نخليهم هنا يتشحروا مع بعضياتهم ما غاديش ياخد لي وقت كبير بزيب الججرات غاية كي يطيب خمسة حتى العشرة دقيق وغادي نزيد مقارونيا اللي مسلوقة بالنسبة للقياس دي المقارونية اه اللي بغيتو هذا هو العبار اللى ان كنشده يعني لولا دي وعارفة هذا كل اللي كي يأكله الدريل يعني ديرو هي حفنة تديرو بيديكم يعني كمان قولو عبار ديال يد كنديرو في المع في الماغنه وكن نسلقو الرز ولا مقارونية ولا اللي بغينا هاد الوكلة قدر تجي تبل روزة لانها فيها الخضراء في هذا الججش كي توثى مع مقارونية وكي توثى مع مع الروز هاد الوكلز وينة بزاف يعني كيما قدلقو سوف تزيد مع القشد الطريا والاكخين فخيش ترطب مقارونيه لا ترطب مقارونيه سوف تكراميليزه مع الخضراء والحم الدجاج تفضل مقارونيه وجبه متكامله لدينا مقارونيه انا نستطيع المقارونيه لا نجعل العمليه لدينا مع الخضراء سوف تفضل مقارونيه وكتفضل وكتفضل المكارونيه تقدر تكال برده و تكال سخونه تقدر تكال برده و تكال برده و تكون برده تقدر تدره في هذا الكويس هذا حسن لانه غارق و يجيهم سهل الماكلة اهنا تدر ثلاثة ديال التمرات و اربعة ديال القرقاعات و سنسد هذا غيده متكامل و سيشده مقاروني و سيشده مع بنانا لا تقلبوا على الماكلة في الغداء سوف يكون القاتو و البيسكويت مع العصير يعني يحتاجونه للقوتة المعالقة و الفرشة طبعا تدرهم في شي بلاستيك و في شي بوطا و الماء ضروري ما تنسوش الماء لوليدات مهم جدا جدا اذا هادي هي الاكلة ثانية كما تشوفو سهلة و سريعة بالنسبة للماكلة الثالثة و الوجبة الثالثة سهلة و بسيطة و سريعة سوف تشوفو انا عندي هنا الخبز ديال التورتية كنكون عندي من قبل و مديرها في الموجميد من احسن طيبه من قبل و اخليوا عندكم كتجبدوها 10 دقائق قبل يعني منين كيكونوا الدلالي كيفترو تجبدوها التورتية هادي و كتصيبوها عندي هنا الفرماج المثلات الفرماج ديالساندويتش كيفترو تطيبوها بالليل باش تربحوا الوقت من الاحسن طيبو الكفتة بالليل و تخليوها على جنب كتشدو الفرماج كتدهنو تورتية بالفرماج مديروش المايوناز من الاحسن لانه الفرماج يعني اولا غدي صبر يلا بغينا نقولو الحرارة و تانيا ما غديش يعدبهم حتى في الماكلة المايوناز غدي يسيل الى اكثرية مع الحرارة و داكشي غدي يسيل الفرماج اللي غدي يلسق سافي كتديرو الكفتة فوق الفرماج و هنا تقدرو تزيدو يئما مطيشة يئما شلادة و اللبزوج بهم انا و لدي ما كيبغيو ليش شلادة و مطيشة في صندويتشات هنديلوهم غير الكفتة و الفرماج سافي و كاتويو التورتية على هات الشكل هادا سافي كما اكتليكم ضغياء يعني هما يكونوا يفطروا انتو ما توجدوه ضغياء كيوجد سريع جدا بالنسبة اللبنات اللي بزاف قالوا لي يا حيرين شنو نديرو الدراري ما عارفين ش مهم بالصح يعني الواحد كيحير هادوا افكار لا تكون فكرة يمكن اتعجبكم سافي هنا يئما دوزوا في الغريبان يئما في الآلد البانيني او لا في المقلة انا قدرتون في المقلة جوني ساهلين اولا جاتني ساهلة بالاحرار المقلة انج بدهت غيام القجر حدايا ومنين كيتحمروا كنقسموهم في النص باش كي يجيهم ساهل الماكلة يعني كي هزو طرف بطرف كي يجيهم ساهل ما كيبقى بساكن كي يعدو في الجناب سافي كما اكتليكم ضغياء كيتصوب اكسرية لو كتم طيبين من قبل الكفتاء وموجدين كل شي يعني موجود عندكم غيت طيبوه يعني غيتصخنوه في المقلة اراد ضغياء كيوجد سافي هنا كيفما شفتو درتو في البواتة ديالساندويتش درت هنا زيتو الكحال درت كليمنتين وماطيشا صغيرة هنا عندي دانات ديالبيستاش مهمتو ما يغورت تقدروا تختارهم اي يغورت كيعجبهم وهادي الماكلات ديالالغدا مع الماء والقوتي غدي تديروا لهم القاتو والبسكويت اللي كيبغيوه مع عصير ولا يوبلي على حساب اللي موجود ولي كيبغيوه ولي داتكم بالنسبة للوجبة الموالية هادي وجبة سهلة حتى هي عندي هنا يادرت واحد البطاطة متوسطة بتسلقات وهنا يعفستها ولي عرفستها عندي واحد شويش تخيزو وصوجة وشويش ديال القصبر المعدنوس ملحة الزيت والمقلاء اذا هناك انا اخد واحد شويش ديال الزيت تقدروا تديروا حتى الزبدة اي لا بغيتو وغادي ندير الخضراء كالتشحر بالنسبة للخضراء ديروا اي خضراء كتعجبوا ليداتكم غادي ندير واحد رشيشة ديال الملحة وغادي نخلي ديال الخضراء كالتسوطة من بعد ما كالطيب كنزيدها على هاديك البطاطة المسلوقة وكنخلط كل شيء بعد ما كنخلطه غادي ندير كويرات بحال معقودة يلا بغينا نقولو ولكن ما فيها لا بيض لا تشي حاجة يعني غيب تطاو الخضر يعني حتى هادي صحية متكاملة وكتعجب الدلالي الصغر نديروا على تشكل هذا وكنديروها في نفس المقلاء اللي طيبنا فيها الخضر يعني ما غديش نغسل المقلاء نفس المقلاء كندير فيها هادوك ثلاثة ديال المعقودات وكنطيبهم يعني تكيتحمروا من زوج جهات يعني كان بقى كنقلب فيهم حتى كيتحمروا كما كتشوف يعني هادوك يجو حتى الالوان كيعجبوهم ذوك الوينات بسرد وكتب zuhun حتى انا ها نطلط مع شوية ديال الحوت البيض او لودود كابيو هنا اللي اختاريت هادو ديلو لهم الحوت اللي ما فيه الشوك باش ما مي جيفوش وليداتكم ويحصلوا فيه انها هادا ما فيه الشوك ديلو السومان ولا لودود كابيو مكيكونش فيها الأغلبية مكيكونش فيها الشوك او لا اي حوت عندكم ولا السردين ولا المهم اللي كان موجود عندكم غيشنه خسنا نخلطو لهم بالحوت ونعطوهم شغيل الحم سوف انا هنالحوط توقيف شويش ديال الزبدة والثومة اهنا درت الكيوي الصغير ور قطعته العنب ودرت شويش ديال التمار مع اللوز والقرقع هادي الوجبة ديال الغداء ودرت لهم واحد دانت ديال شوكولات والفاني وبالنسبة للقوتة دائما القاتو والعاصير والقاتو ويوبلي هادي كانت الوجبة يعني تهيه سهلة وزوينة تعجبهم الوجبة الاخيرة تهيه سهلة انا كتاخدوها كالخبز ديال البندومي ولا الخبز ديال الساندويتشات كتلقوه شويه بالمدلك بحالات شكل هادا كتلقوه مزيان كتلقوهم بزوج حالات شكل هادا تقدروا تستعملوا حتى الاخر اللي فيها الجناب يعني فيها مشغل الباب هذا في غير البابة اللي عندي ولكن تقدروا تستعملوا العادي يعني البندومي العادي كتاخدو فرماجة وكتدهنوها فوق ديك التوست ولا فوق ديك الخبز ومبعد يلا عندكم هاد شرائح ديك الرومي أو غير شرائح ديك الرومي وغادي ندير فوق هاد فوق هاد فوق هاد فوق هاد ديك التوست الاخرى وغادي ندير شوية 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 حيث الفرماج غادي نخرج يعني غادي شوية غادي باش كيلسق هادك الشريحة دي اللحم والذي كاسميتو باش يلسق فيهم بعد كتلويوه بحالة شكل هادا وغادي ناخدوا واحد الموس ونقطعوا دوك هاد كنقطعوه مهمة حسب الكبر شحالة قداش الطوست اللي عندكم سافي هنا درتو مع بيضة مسلوقة مع كيري وشوية ديال الزبيب واللوز والقرقاع يعني وجباح تهياء متكاملة ومعها تفاحة كيعجبهم الدراري يعدو التفاح على الشكل هادا كيلبام طبيعة الحال والعاصر والغاتو بالنسبة للغوت سافي يعني هادا كان صندويتش اللي بغانا نقولوه اولا الوجبة ديال اليوم الاخيرة اذا بالنسبة لهذا الوجبات كما قلت لكم ساهلين متكاملة وجبات سهلة متكاملة وضغيات تصيبوها اذا اعجبوكم خليولي تعليق في اسفل الفيديو وان شاء الله ندير لكم وجبات اخرى ولكن مهم يكون فيها الخوبز يكون فيها الكيش يكون فيها بزفد الحواج مهم اذا اعجبكم الفكرة خليوها في التعاليق وان شاء الله نصيبها لكم بكل فرح اذا اعجبكم الفيديو اكتروا اللايكات ووصلوا الاكبر حدد من اللايكات وبرتجيوا باشتعم الفائدة تهلاولي فرياتكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامة